اهلا بكم وانا ارتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوعة الانتخابات المبكرة والسؤال المهم في قضية الانتخابات المبكرة هو هل فعلا ان حكومة مصطفى الكاظمي جادة في اجراء الانتخابات المبكرة هذا هو السؤال المهم الحقيقة اهل العراق ثوار العراق في ثورة تشرين منذ واحد تشرين اول عام 2019 العام الماضي كان اول مطالبهم واجراء الانتخابات المبكرة وانها العملية السياسية هذه العملية التي كل مخرجاتها جاءت بالفساد والخراب وضياع الوطن وكانوا ينادونه بشعار واحد هو نريد وطن وجزء من تحقيق هذا الشعار اعادة الوطن اليهم هو اجراء انتخابات مبكرة لكي يحكم الشعب نفسه بنفسه وليس هذه الاحزاب الفاسدة التي جاءت للعراق في اثر الدبابة الامريكية في اثر الاحتلال وحكمت العراق بهذه الطريقة الفاسدة المخربة الدموية الطائفية التي جاءت بالكوارث على العراق فبالتالي كان واحد من اهم مطالب الثوار والعراقين هي اجراء انتخابات مبكرة لانهم يعرفون ان كل الانتخابات التي جرت من عام 2005 من اول انتخابات الى اخر انتخابات جرت في عام 2018 هي انتخابات مزورة انتخابات لا تعبر عن ارادة العراقين وخاصة انفضحت في اخر انتخابات 2018 اكثر من 82% من العراقين لم يشاركوا بها اتخذوا قرارا بمقاطعتها تماما والذين اشاركوا لا تتجاوز نسبتهم 17% من اعضاء الاحزاب المشاركة في الانتخابات ومن القوى الامنية والميليشياوية ورغم ذلك جرت عمليات حارق لصناديق اقتراع وتزوير كبيرة واعترفوا بان عمليات التزوير والخداع التي جرت في هذه الانتخابات تفوق ما جرى في اي بلد في العالم خلال فترة انتخابات جرت فيها هذا من الناحية اذا الشعب يطالب باجراء انتخابات مبكرة الكاظمي مصطفى الكاظمي قبل توزيره كان يتحدث عن ان هذا واحد من اهم المطالب وحتى بعد ان صار رئيس الوزراء تحدث ربما عن خمس نقاط مهمة قال ان المهمة الاساسية له هي ان حكومته مؤقتة وانها ستجري الانتخابات ستحاسب الفاسدين ستقدم قتلة المتظاهرين الى العدالة الثالثة الرابعة تتعلق بالوضع الاقتصادي في العراق الكارثة الاقتصادية والمالية مواجهته مع الجدد والخامس الكورونا هذا الوباء الكبير لكن اهم نقطة هي تبقى الانتخابات المبكرة في الانتخابات المبكرة كما يبدو واقع الحال يشير الى ان الى انها كذبة كبيرة ومحاولة من مصطفى الكاظمي وكل اعضاء وكل قوى واعزاب وشخصيات العملية السياسي لتخدير الشعب لشراء الوقت لتسويف هذه القضيات الوضع يبدو قد اتخذوا قرارا بان حكومة حكومة مصطفى الكاظمي ليست حكومة موقته هي ستنظي لتكملة ما تبقى من حكومة عادل عبد المهدي التي اضطرتها التظاهرات الى الاستقالة وربما سيمددون لها والبعض ربما سيقول كيف ذلك هناك وعود هناك التزامات ليس في العراق لا وعود ولا الالتزامات ومن عام 2003 لحد الان ليتذكر اهل العراق كم من الالتزامات وكم من الوعود ضربت عرض الحار ولا تساوي شيئا ولا يلتزمون بها والدستور موجود والدستور قميص مطاط يستطيعون استخدامه باي وسيلة تخدمهم والمحكمة الاتحادية جاهزة لاصدار قرارات تتناسب مع ما يريدون وقد جربت سابقا بكثير من الواحدة منها في عام 2010 عندما يعني خرجت بفرية الكتلة الاكبر في البرلمان وعاد نور المالي كيلي يستلم الحكومة بدل من اياد علاوي بغض النظر على رأينا بالاثنين وبالعملية السياسية هذا من ناحية اذا قضية الانتخابات قضية اه المبكرة قضية كاذبة ومضللة وسأقول لكم لماذا اعضاء غالبية اعضاء مجلس النواب الحالي بل ربما ان لم يكن كلهم يتحدثون انه لا يمكن اجراء الانتخابات مبكرة على الاقل خلال السنتين القادمتين للاسباب التالية يقولون اولا ان الوضع الاقتصادي والمالي منهار في العراق ونحتاج الى اموال كبيرة والعراق استدين الان الاموال لغرض دفع الرواتب وتمشية امور الحياة ولا يستطيع ان يخصص اموالا لقضية انتخابات مبكرة هذا واحد اثنين يقولون ان تفشي وباء كورونا هذا يحتاج الى ايضا ان نوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء في ظل ان احنا يعني ماعدنا بنا صحية قادرة على ان تواجه هذا الوباء دول الكبيرة ببنى تحتية صحية كبيرة لم تستطع ان تواجهه ان اارك فبالتالي نحن نحتاج الى ان نوحد جهودنا بهذا الاتجاه ولا نشتتها باتجاه انتخابات مبكرة وفوضى ربما لا تحمد عقبها الثالثة يتحدثون انه عدم اقرار قانون الانتخابات لحد الان يعيق اجراء هذه الانتخابات فبالتالي هذه التي يضعونها في المقابل مفوضية الانتخابات تقول انه عملها هذه مفوضية الانتخابات الجديدة التي قالوا انها جديدة يقولون ان عملها يتطلب تشريع ملاحق فنية تخصيص ميزانية مالية فضلا عن اوضاع فنية وتحضيرات ووقت والية غير متوفرة ولأجل ذلك كما يقول يعني احد اعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان لابد من عقد جلسات عديدة بالبرلمان لإكمال قانون الانتخابات وهذا القانون يشهد خلافات بشأن الدائرة المتعددة هذا اولا وثانيا يقول ان المفوضية الانتخابات هذه جديدة واعضاءها لا يمتلكون الخبرة لإجراء الانتخابات لذلك هم يحتاجون الى دورات الى تدريب دورات داخل العراق وخارج العراق وهذه اعادة الصياغة تحتاج الى وقت تحتاج الى اموال تحتاج الى اتفاقات مع دول اخرى وهذه غير متوفرة الان اذا اجراء الانتخابات المبكرة غير ممكنة اضافة الى انه اجراء الانتخابات مثل ما يقولون باللجنة القانونية البرلمان يقولون انه لابد من يعني الاعلان عنها قبل تسعة اشهر من اجل استعداد لها يعني نحتاج الى تسعة اشهر نعلن عنها وبعد تسعة اشهر يالله نفكر في تحديد موعدها وهذا لم يحصل لانه هذا يحتاج الى استعدادات ومجلس المفوضية اضافة الى انه مجلس المفوضية غير مكتمل للاعضاء لذلك لا يمكن لمجلس مفوضية غير مكتمل للاعضاء ان يتولى الاشراف والقيام بالانتخابات المبكرة اذا قضية الانتخابات المبكرة كذبة كبيرة يحاولون خداع الشعب او شراء الوقت اضافة الى كل هذا وفوق كل هذا انه الشعب والثوار الشعب العراقي والثوار يعرفون جيدا نجرى اي انتخابات انتخابات السابقة جرت في ظل اطار لا يمكن قبوله الان وفي هذا الاطار يوجد سلاح منفلت ويجب أن تنتهي هذه القضية توجد ميليشيات متحكمة بالناس وتبتز الناس وتجبر الناس على أشياء وقت خاصة في الانتخابات وهذا يجب أن ينتهي هذا الملف يقولون أنه انهاء الفساد العراق من بين الخمس دول الأكثر فسادا في العالم كيف يمكن يجري الانتخابات في هكذا بلد إذن عليهم أن ينهوا ملف الفساد وينهوا الفاسدين من أجل الانتخابات وثالثا تحديق قانون الانتخابات تحدد فيه نقطة مهمة رئيسية من أين لك هذا هذه الأحزاب التي جاءت في أعضائها جاءوا في عام 2003 لا يمتلكون شيئا حفاظ الآن يمتلكون المليارات والأرصد في كل البنوك العالمية فمن أين لهم هذا كل هذا يحتاج إلى تمويل هذه الأحزاب يجب أن معرفتها طبيعة هذه الأحزاب وماهيتها وإطارها يجب أن معرفته هذا كل غير متوفر وبالتالي السؤال الذي يبقى هل فعلا أن حديث مصطفى الكاظم يعني إجراء الانتخابات المبكر هو حديث حقيقي أم حديث مضلل الغاية منه تخدير الناس وشراء الوقت وتسويف قضية التظاهرات والانتخابات المبكرة وبقاء العملية السياسية على حالها أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة